أستاذ راشيد مرحبا بك معنا في هاشتاك بيناتنا الله يبارك فيك مرحبا بيا عندكم منيك تشعر الكاميرا بخي عندك تخلع أنت يا سنواد الكاميرا لا منيك تشعر الكاميرا كتكون كضيف ما كتكون ش الخلع وليك إبنك تكون الخدام كتكون الخلع حنا كتزاف عافين دوك لك بخيز دي الفنانين كيفش كتت تعطى أنت معاهم أستاذ راشيد ما نقول لك واحد القاضية معارش هلس بحلال عادي معايا ما كينش هل الحساسيات ما كان هدروش فيهم كان دخلوا البلاطوطي القائين ما عندهمش أي ديريال الأسئلة باتاتا من غير أنا ما درتها مرة واحدة لأنه كان الموضوع واحد شوية في حساس ووالا دون قد قولوا فالا را غادين هدروح عم ندرسا لا خليها ممكن ش أنت حاضر معايا اليوم وما نسوك شو حد سؤال هو هذا النشاط اللي كعيشه الوسط الفني في طرح الأغاني في كل فنان كنشوفوك طرح النهار أغني وشهدا كيخدم الأغنية المغربية وكيخدم الفنان مترقي وما يعيش واحد تواهان بالعكس أنا كنتظن كل يوم الحمد لله في الصحة الفنية كين يونه بورتوليغو كين جميع الأدواق يبغى الراب كين الراب يبغى البوب يبغى أغاني طرابية شوية في هذا النوع دواح شوية مقصرين ما 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 عطيناه حقوق بانتوك الحمد لله ومزيان تلتشهول أربع شوء أنا متفعك في فيسبوك سكينو أحد راحة بحالة راجعة لوروك تفرج ملك أخوش كوني شنور حاجة لي خلاتك تفرج أنت فهمت جستمو كنت أعرف أولا بعد السحة ما فيها شيء حاجة لي متيرة ما كينوالو لا سياسيا ولا فنيا ما كينوالو ما كينوالتونورية جيبا ما كنت أتكلمش ما كنت أعرف ما كنت واحد تراسي أنا نخصوح شوية بسكو أولاد كيت القبوع ليان القر الكبير ديال فيسبوك ما عجبنيش الحاجة أستاذ عشد إزد أنا لديك شخصية مشهورة وأنت أولا عندك أحد الكلب جديد وهو ليو وبزيب ديال المشاهير كي يبغي عاشروا الكلاب لماذا تختاري أنت تنتي يكون مع هذا الحيوان الأليف في المنزل ديالك ويكون صاحبك وكتشكوا بزيب تصور مع بعضناياتك كون بزيب ديالي سطوغي أولا ليو كيفجا أولا من جحال هذه مني كون صغير أنا كون دائمر بغي أليف الدار كنت بغي كلب من الأول الواليد رك عارف لا كي هربوا الملائكة من الدارة هذي وغايف كتبقى هضراك كل واحد وشنو اللي كي يقول كانت عندي قطة قطة مدة 13 سنة تتوفات وهذا ومؤخراً فش نضميت الشادا وده يغمنا من هنا من نينجا من نينجا ليو سيكوف شادا كين واحد الكلب سميته روكي أعرفه أنا روكي بزيئ اللي كي يعطيه واحد الطاقة إيجابية مي أنكويابل ايه صافي ويطح لي الفكرة فرنسية وعيت لي صديق قليب وعلا راكل بديل لأخت ديالو وولدات واش ناخد كلب بكتلو أره هزيد عرا بسم الله ميش حل العمر ديالك دابا سراشيد ميش حل العمر ديالك العمر ديالك انت العمر ديالك انت ستا ورابعين غاديم سبعة ورابين سبعة ورابين مكتوش أنا و الوقت ميش حيث في الشعر نشوفه راشيد بدك اللاش ما هذا الشعر بغيتين نفهم لاش مالو ايلي بيان صافي ايقلو ما بغشي كبر بغي بقاس غاديمة بساب شو عمر انا قلوك عن القادية العمر والله الاف الدماغ انا ليكون كما كنتش بغيت بغيت نبقى صغير اولا ما يقولش لاش جيالي كيف كي يديرين بزاف ديال فنانة و بزاف ديال مشاير مكتعف لاش جيالو ما عندي مشكة نقوللاش جيالي سبع أروريان سنة تقريبا الحمد للله بخير باي جيش المؤثرين والمؤثرات ماذا تقولي عن المؤثرين والمؤثرات ماذا تقولي يعني عن المؤثرين والمؤثرات شوف التعفيل اللايها تزيدني شي حاجة لحياتي الخاصة اما تقتطر فيا لطفق سني أشوف كلها فيها ما تغيروك وتقولي يا مؤثر باش كتتقدر علي باش مش نشري ذلك اللايها تلبس بعدها تتخب للموضة لا يعملون هذه القضية أو الكوافير لذلك نعمل كل ما يعمل في الترفيه، نعمل بكريباً في الصباح، نفق على راشيد إدريسي وقف على الخمسة الصباح طالق الأغاني وطاق الفناني وطاق الفناني في الأغاني وما هي الأغاني التي تسمع الصباح؟ نعرف أن الصباح مود وقف على راديو وقف على إدارة تفرض الأغاني تسمع مرة أغنية ما يحاملها قف عائلاء الصباح لا تسمع الصباح على موسيقى لي ومازال ما بدين الاش مهما سنقوم بصعي في الأدعاء العامية وقف عجبني شيدسك هل يعتقد أنك تسمع اغاني في الصباح لا تسمعها طالقه من أغاديو وأنك مطلوبة لا تعمل أي ذلك نعم الضوء في المستمعين ليست هادة لا تعمل أتمنى أن أتمنى أن أصبح أكثر ممتازاً أخر شيء سراشدة، أشكركم على هذه الحوالة الخفيفة رحبت بك أولاً، وأنا أتمنى أن أخير منك لأنني أخبرتك كيف حدثت بها تحياتي الأوسامة والتقام بطائع الحال صاحبنا معكم كي ستيني بطات، وهي جسد أكسلون والفنانة الجميلة الرقيقة دينا، خلاص احتراً ماشي يا للا، احتراً ماشي وبطائع الحل للمشاهدين ديال ميديان تيفي كي نقول لكم، تبعوا دائماً ميديان تيفي وبصحتكم وغرحتكم